السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوا جماعة اي فيديو انا بنزله معدل الفيديوات القصيرة اللي هي الشورتس ديات نعم بنزل تعريفات اي فيديو تاني طويل اللي هي يعني خمس داي ست داي او اكتر العنوان فيه بيبقى صحب جدا يعني الفيديو ببقى فيه كزا حاجة وانا بحط عنوان حاجة واحدة بس فانت بعد اذنك بكمل الفيديو للاخر انا كمان بيجي لنا اسئلة بيجي لي اسئلة اه جابتها جوه الفيديوهات مش شرط انك شايف الفيديو اسمه مثلا مريم هتجيني جوه مريم بتكلم مين عيسى اللي تولد دوت ومين ومين عمران ومين كزا ومين كزا ومين كزا طيب فمن فضلكم كميلوا الفيديو الاخر انا كلامي الحمد لله يعني انا بنائي يعني بنائي لما بسلم نفسي لذات العليا انا بنائي بيتنقى يعني الكلمة راحة صح والكلمة اللي بتطلع راحة على مستوى وعيك انت عشان انا واثق في الزات العليا انا والذات العليا والرب واحد مدام احنا عايشين في النور موضوع النهارده بقى عند الله اثنى عشرة شهرا طيب كلمة شهور يعني الشائع عند ربنا والشائع عند ربنا لو انا اللي هو بيحبه وعايزه وهي دي الاعداد بتاعنا وهي دي المقومات بتاعتنا عشان قيامة الروح يوم القيامة ليك هتكون قيامة الروح لو انت طبقت اللي اتناشر فهم اللي انا بيهلوم لك دلوقتي اول حاجة الف لا مراء تلاتة الف لا مراء تلاتة شمائل الانسان خلي بالك من الشمائل دي الادراك والسمع والحكمة امتى اسمع وامتى ما اسمعش وعارف واميز ايه اللي باسمعه اجا الجانب الجنوبي الجنب طبعا انتوا بتسمعوا كلام ده في القرآن كتير اذا كنت جنب وبتاع اذا كنت جنب لازم تحاول انتباهك من السالم للموجب زي ما انا قلت لكم وعلمتكم وبعلم نفسي معاكم لو لاقي سالبي قدامي بطلع منها بالصمت والسكون وبرجع لورا خطبة واستدعي الزاكرة اللي قدامي تكون ايجابية للمشهد اللي قدامي نقيد المشهد اللي قدامي وببتاعت خطبة وراه خلي بالك من كلام ده كويس جدا بس بل الجنوب والجنب الجنوبي منك بنرنزلوا بالحرف النوراني قاف القوة والقبول وازاي انا اقدر اقبل قدامي ما باش انا بس اسمع بسمع عشان اتعلم واشوف انا فيه جوايا ايه مش حلو وغيروا جوايا ايه فيه احساس بالنقص جوايا وحاول اوسعه اللي قدامي انعكاس لي انا هوضح بالتفصيل في بقية الفيديو رقم ثلاثة في الجانب الجنوبي ان انا اخترق الحجب واخترق الحجاب واكبر حجاب حجاب النسيان وبعده حجاب ابليس وازاي اتعامل معه والقدرة على العبور من الازدواجية للزوجية ومن الزوجية انه كنت زوج واحد قمة الاحد او الاحدية وازاي يكون صمت لا اخترق في اي شئلية سكون وصمت هما دول لغة الرحمن لغة الله لغة المصدر لغة الكون والذكر والذكر اللي قلته لك توكيدات دور مجة العقل الباطن ركز معايا ان شاء الله هقولك لان ده كله بالتفصيل بس انا بقول اللي اتناشر بيسموهم في في الانجيل الاثناشر اوكس ذات ويلف اوكسين والاوكس يعني الشائع وخدوا منه كلمة الثور او الاهم شيء او القيمة العالية الثور كحكمة او فعل انظمة الفلك معناها القيمة الكبرى العظيمة او الشائعة او المظاهر جميل ده انا بكلم بس بسرعة عشان ما عشان ما خلصي الفيديو يروح مني على الفاضي المهم الجانب الغربي الحب والخيال الحي والفيلنج حب والشعور والخيال الحي الحاجات دي اللي انا اتكلمنا عنها الفكرة مع الشعور مع تصور المشهد وطبعا بحب والقادة الزهبية في الكلام ده انه يتحقق لكل امنية وكل رؤية وكل شفاء ان انا فعلا حاسس اللي بعمله لغيري هو اللي هعمله نفسي بحب حب الاخيك كما تحب لنفسك دي قادة ذهبية المهم الجانب الشرقي الجانب الشرقي اللي هو النصر واشراقت الارض بنور ربها النصر والفتح واما بنعمة ربك فحدس فاهم انا بكلم ده بسرعة اه ولايلموكم لو حد شاف الفيديو ده ونزل قبل كده فانا غيرته فانا غيرته اليوتيوب مكانش موقف عليه اه غالبا هتفهموا في جوا الفيديو اللي اليوتيوب مكانش وقف عليه عشان انا بكلم في حاجات ما نفعش دول كلها تنهار لو لو كلنا طبقنا الكلام ده كله دول كلها تنهار بس هترجع للحق هترجع للحق هترجع للنور والنور اللي انا قصده اللي شابه فيه سرقة لاني انا وانت واحد يوم ما هاخد منك اكني خدت من نفسي يوم انت ما تاخد مني اكني خدت من نفسي احنا واحد الانفصال كنت كتبت دلوقتي او مبارح فيديو بسيط عن السارق والسارقة الانفصال والازدواجية يعني بقى كلنا واحد يما انا وانت اتنين وده الانفصال والازدواجية مع بعض هكلمك يعني ظل وهكلمك يعني ايه الاصل والنور اللي انت شايفه قدامك قدام عينيك ده كله كل المظاهر اللي انت شايفه بلمس وحس وحرارة وضوء وشمس حتى وامر كل ده ظل مش هو ده دي ما ظاهر للي موجودة في العقل الكوني اللي هو داخلك بتشوفه ازاي في داخلك قلنا اه قلنا ان احنا بنقعد زي التأمل كده صمت ونتوغل ونسرح في اللي احنا عايزين يشوفه من النور جوانا يعني النور جوانا واللي بره ده كله ظل الظل ده كله الناس امنت بيه فعملوا كعبة وعملوا مسجد اقصى ومسجد حرام وبيت الله الحرام والفاتيكان ومعبد التلمود واه اهرامات اللي فيها مقابر سوري اللي فيها الصلوات وفيها كذا وفيها كذا كلها تكسيد مالوش معنى مالوش معنى الناس ثابت الاصل اللي جواها من النور وراحت للظل طيب حتى في التعريفات العقل لو ظله العقل الكوني العقل غير المخ يا جماعة حلص؟ العقل لما اتكلم عن العقل هو عقل الروح اللي احنا عايزين نعيد استخدامه عشان احنا استخدمناه غلط وركنناه على جنب فاصبح مخنا هو اللي بيقمرنا الحواس هي اللي بتقمرنا الاحساس هو اللي يقمرنا مش الشعور الحاجات اللي اشوفها بعناي اصدقها الحاجات اللي اشوفها والمسها بأيدي اصدقها غير كده مش اصدقها الاساس جواك وكل مكان جواك وكيد سمعته انت سمعته كان ده مني ومن غيري ان جواك الاساس غير جواك اللي قدامك هتغير انت عملت جاهة تغير ابنك اللي ما بيسمعش كلامك وانت جوزك اللي بصص برة وانت وزوجتك اللسانها طويل وجميع السيئات عارفت ليه؟ عشان انت جواك ما زلت تؤمن بهذه الحاجات ما زلت تؤمن وتتفاعل بهذه الحاجات جواك بكل ذكرى قديمة حصلت لك بقى مع ابنك مع زوجتك مع جوزك مع كذا مع مديرك مع شغلك ما زلت تعمل ري اكشن وده ما بتعمل ري اكشن ان يبقى الكون بيفهم انك عايز ان الحالة دي تدنها معك وبيستجيب وتكلمنا مليار مرة ان واقعك اللي انت شايفه قدامك ده نتيجة الانر ري اكشن اللي انت بتستعمله غلط اندفاعك وغضبك وذكرياتك المؤلمة كل ده بتحل لازم تحله ولما تكلمنا في موسى وفتاه وازاي يوصلوا لسبب الصدمة والغداء والكلام ده كله انت بتوصل لسبب الصدمة وبتوصل لقابلها بالشعور الهادي وتشوف اللي حصل بذات مين بيعيد بترقبه ودي لها دي لها اسس منها الترويم المغناطيسي ومنها قوتك انت انك تروح تسترجع ذاكرتك انت ودي عايز التدريب على فكرة فالمهم للذكرات دي بتتحل خلاص في حاجة دانية بقى كمان يقيم اعود العقل بازكار جديدة او معتقدات جديدة المفروض ان مثلا هناخد هناخد مثال كلنا عند عيالنا يعني لو ابنك زعب في وشك مسلا ماشي انت بتعمل ايه انت باللي في ايدك تروح او في ايه ما نفعش معكي الزوق هتاخد على على ظهرك في المرة دي انا عايزك تفكر وتهدف سنة بسيطة بس اطلع وقلناها في فيديوهات النفخ في الصور ارجع لورا خطوة وانا كانت بالكلام ده بالزبط ارجع خطوة اللي بتكلم حرفيا مش بتكلم ترجع بدماغ ارجع بجسمك كله خطوة لورا ما تطلعش قدام لان طلعت قدام انت بتندفع بتدي فرصة لكل الانر الغليان كل جزئات الغليان اللي جواك هتندفع اكتر ودقتك هيعلة والدم هيغلي هتعيش في حالة من الجحيم والعذاب ولازم تطلعها برا متى لو سبت الغليان ده وقت في غلي اكتر لان ديت الفرصة خلال لازم يطلع لازم يطلع جميل طلعوا لوحدك ما تطلعوش قدام الولد مثلا زعق شوية لوحدك وخلاص لكن في الاساس انا بعمل ايه انا برجع خطوة لورا وعارف ان قدامي ده كله زل زل والزل يعني وهم حد يعرف يمسك الزل طبعا لا وهم ومدام وهم اذا مش هرد على الولد دلوقتي وهرجع وراء ومش هتنفذ كده بتكلم نفسي كده مفيش غضب ولا زعل هفتكر مش هتساعدة بيني وبين الولد اما كان بيكلمني وطبطب علي بيوسيني بيجيب لي حاجة بيسمع كلامي بيأكل كويس بيزكأ فرحني لازم افتكروا بحاجة كويسة وبس ما تردش عليه عارف الولد هيعمل ايه حتى لو كان متكبر مفيش في ليلتها يقول لك انا اسف يا بابا انا اسف يا ماما تاني يوم هيرجع انت ما كبرتش الموضوع انت بتلعب على حتة الحب جوه الولا هي دي التربية الحب ده هيغلب وهيستفز طميره ان هو يرجع لك وهيطلب منك انك تصامحه طيب حاجة تانية بقى الموضوع الناس اللي مش وقدة بالها ان النور ده مين على فكرة النور كله نسخ تسلم بعضها واسامي تسلم بعضها يعني لما بقولي انا ذات العليا بتاعتي او نفس العليا او النفس المتحدمة بتاعتي في المستوى السادس وانا نزل كجزء منها هنا في المستوى الثالث وكلنا نفس الكلام ده كله عدنا نفسا عليا ورب أعلى هي دي ربك وهي دي نفس الوحيدة وممكن تغييرك كتير وكلمنا فيها كتير دي انت ليه كزا واحد بكزا شكل والكل بيعمل كل الاحتمالات الموجودة في الموقف اتكلمنا لو فيه أربع احتمالات ما لهمش لو فيه مشكلة لها أربع حلول الأربع حلول انت برضو انت و انت وانت وانت في أبعاد مختلفة انتم مش شايفين بعض انتم مش شايفين بعض عارف ليه لان نفس العليا دي عايزة تعرف هايزة تعرف ايه هو النتائج من كل حل والتجربة كاملة عشان تنقلها للمصدر ايو 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 احنا بنعمل بنعمل لحياتي كلها عشان ننقلها للمصدر والمصدر يخلق اكتر ويجعلنا نخلق اكتر ويكون فيه اكوان وابعاد اكتر واحتمالات لا يعملهاش عدد لكل مشكلة كل ده بيسلم بعضو ده كوانتم كوانتم فهم كوانتم خلاصة والخلاصة معناها زبر تمام الملاقص ملاقص التجربة دي وبيكتب انت كاسم يعني محمد حسن او كيايا كان اسمي في العائلة الروحية فوق طبعا اسمي لغة ضوء مش محمد حسن على الفكرة انا شواء من شواء من اشاعة النور لي اسم ايه هو بيتقال بس بالضوء ليك بصمة ضوئية يعني وطبعا ليك بصمة صوتية والصوتيات هنا بالتخاطر فالمهم اه حضرتك فانت تشوف نفسك جوا تشوف الكلام ده كله جواك انت بالصمت السمت وسيكون لغة المصدر اقعد تفكر ان الزلي قدامك ده هو لغة المصدر اقعد تفكر ان الكعبة ولا البيتports ولا السفر ولا الحج ولا الكلام ده كله ولا الجوامع ولا الكنيس لغة المصدر المصدر جواك الصمت لكن احنا اتعلمنا ازاي نكلم الكون بلسانه وازاي نفهم الحكمة بلسان التاريخ والقدماء وازاي انا اصنع ظلي في الحياة اللي انا شايفها ده ظلي اللي انا بتخيله وواقعي اللي انا شايفه ده وعايز اقولك نقطة اللي احنا في ده واللي انت شايفه من قمة الحركة وقمة اللمس وقمة وقمة الاحساس احنا نايمين اصلا يعني اللي انت شايفه ده اللي انت شايفه ده كله احنا نايمين ولازم يبقى فيه صحوة يا تيجي صحوة بقى وتفتكر اللي جواك بكرسة ومصيبة يا اما انت تحاول تصحى وتصحى فيه قوة الايمان جواك تمام واللي جواك ده مدام امنت ان انت شواع من شواع من اشعة النور والشواع دوت هو جواك واللي جواك ده يقدر يحل لي كل شيء ازاي انا بس اتخيل النفقة اللي اداها المصدر لنا والرب لنا هي التخيل اللي لما وغز الحيوانات والنباتات ما لهمش حت التخيل دي كلهم لهم واعي حتى زرة الحديد لها واعي حتى زرة الغاز او جزير الغاز لي واعي الالكترون لي واعي عارف راح فينه جاي منين لكن ما يقدرش تخيل ما يقدرش تخيل انت بس لتقدر تخيل طب عايزة ازيدك من البيت جمالا اعضائك اللي في الجسم لها واعي لكن ما تقدرش تخيل انت بس اللي تقدر تتخيل بتقدر تتحكم في جسمك لو كل واحد فيه مقدر لو تساب له الحبل هتبقى فوضى لازه يبقى فيه حاكم زي ما فيه مصدر حد بيعمل سيطرة وكنترول ورسلتي معاكم انا ازاي اتحكم في قوة التخيل بتاعتي ومدام اتحكمت في قوة التخيل بتاعتي وقدرت اوديها ناحية اليمين اليمين المصدر او اهلي اليمين الايجابية دايما يبقى انا كده نجحت يبقى انا عارف انا برائب افعالي وبرائب تخيلاتي وبرائب تصرفاتي وبرائب كل شيء واقدر احيي الموتى بمنازمة الاموات وبمنازمة يوم السبت شو انا قلتلكوا يوم السبت ازاي السبت يا جماعة اللي هو النوم والنوم اللي احنا بننام ودوت احنا في اي وقت بالليل بالنهار النوم والنوم دوت هاي نعم للراحة وكل شيء بس النوم دوت انت بتطلع من جسمك بتروح تاقد رسائل ورؤى واحلام انت الوحيد القادر انك تفسرها فش هحد يقدر يفسر لك احلامك ورؤيتك عشان كده بقولك قبل ما تنام شوف انت عايز ايه او اسأل سؤال ولما تصحى اول حاجة هجيلك في بالك هي دي الاجابة هو ده كلام الزات العليا او نفس العليا او ربك الاعلى اسأل هيجي هيرد عليك عشان كده بقولك listen استمع السمع والبصرة والفؤاد استمع وغمد وهتشوف الهامات هتشوف جوه عين عقلك وخيالك كلمنا في العين التالتة ديت وقولنا مش هنقزي حد بس هيجي لنا الهامات من المصدر هيجي لنا افكار في شغلنا جديدة هيجي لنا اي حاجة هتخلينا في زيادة وبرضو اي حاجة هتخلينا في نقص انت المتحكم انك تروح يمين او تروح شمال نايا اشتركوا في القناة